استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي فريق البحث والإنقاذ سواعد الغيث التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بعد انتهاء مهمته الإغاثية الإنسانية والتي تكللت بالنجاح في جمهورية تركيا الشقيقة في الفترة من 11 إلى 22 فبراير من عام 2023 بحضور سمو العقيدة الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن تلك المبادرة الإنسانية الجليلة أتت امتثالا للأوامر والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وعرب سموه عن تقديره للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرته صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ومؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودعم من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لتسهيل وإنجاح مهمة فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي لهذه المهمة الإنسانية النبيلة وأشهد سمو مستشار الأمن الوطنية قائد الحرس الملكي تفاني جميع منتسبية الفريق خلال عملية سواعد الغيث واحترافيتهم العالية وانتهاجهم لمبادئ ومعايير الأمن والسلامة والتزامهم بالدقة والمهنية أثناء البحث تحت الأنقاذ جراء الكارثة المدمرة التي ألمت بالأشقاء في سوريا وتركيا رغم حالات الطقص والظروف الجوية الصعبة منويه أن سموه بالدور النبيل والمخلص الذي يقوم به منتسب الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين في نصرة الشقيق والصديقة حيث أن جهودهم المعطاءة دائما تنطلق من الروابط الإنسانية التي تجمع مملكة البحرين بدول العالم ومؤكدا سموه أن سرعة مد أياد الخير لإغاثة المنكوبين تصب في مصلحة خدمة الإنسانية جمعا ولفت سموه إلى أن المساعي الطيبة سمة جبلت عليها مملكة البحرين والتي جاءت تجسيدا للرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه وأن مملكة البحرين بعزيمة رجالها دائما سباقة في مد يد العون وعلى إراية الخير والمساعدة لمختلف شعوب العالم مثل ما ودعناكم استقبلناكم متوقعين نتيجتكم متوقعين عملكم متوقعين جهودكم ومتوقعين نجاحكم العمل اللي قمتوبه والإنقاذ والإجلاء والسمعة اللي عكستوها في تركيا لمملكة البحرين هذه نشكركم إياه إلى يوم الدين هذه مؤشر استعدادكم واستعداد غيركم اللي كانوا مستعدين يبتلون قوة الواجد ولكن ولله الحمد انتهت المهمة وقت عملكم أنا واللي احنا دارين لو اننا احنا مستمرين كان قبلينا الحسن مثل ما أنتم قمتم فأنتوا جزء ومجموعة متكاتفة متكاملة عكستوا صورة المملكة بأسف نفتخر بكم والله ومشكورين وعز الله أنكم قد المهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قابل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر But is this a araoh